اعتقال فاستجواب فاحتجاز ثم ترحيل كان هذا مسار قصة صحفي فرنسي جاء إلى سقطرة سائحا فخرج منها مقصا ومطرودا والجريمة تقارير صحفية سابقة قيل إنها لم ترض إحدى دول الخليج يسرد الصحفي الفرنسي كونتين مولر قصة اعتقاله وزميله كريستيان في أرخبيل سقطرة الذي تسيطر عليه ميليشيا الانتقالي التابعة للإمارات على خلفية نشره تحقيقا عن فساد شركة تتالي الفرنسية ودفنها مواد سامة في شبوة إلى جانب ملف فسادها في منشأة بالحاف التي تسيطر عليها الإمارات هي الأخرى يقول كونتين إنه تعرض لمعاملة سيئة أثناء التحقيق في سجون الانتقالي بعد اقتياده من منزله وإن المحققين أبلغوه بأن استجوابه جاء بناء على طلب دولة خليجية ومن أمثال العرب القديمة البعرة تدل على البعير والانتقالي يد الإمارات الطولة في انتهاكات طالت سياسيين وصحفيين ومدنا بأكملها غير أن ما حدث للصحفي الفرنسي يوضح حال الحريات في اليمن كما يكشف كيف حولت الإمارات جزيرة سقطرة إلى ثكنة عسكرية واستخباراتية تصطاد فيها معارضيها وتمارس على الجزيرة المعزولة في البحر أصناف الانتهاكات بحق اليمنيين وغيرهم كان المفترض أن يغادر الصحفيان الفرنسيان سقطرة بإلبوم صور لأجمل كنوز الأرض الطبيعية وذكريات عن الجنة العائمة في بحر العرب غير أن الصورة الأخيرة ربما تكون الأكثر سودوية في تاريخهما عن سفر المرء سائحا وتحوله إلى معتقل رأي في غير أرضه